وعلى صعيد الملف الليبي أكد وزير الخارجية سمح شكري ضرورة احترام القرارات الشرعية التي اتخذها مجلس النواب في ليبيا وبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى إجراء انتخابات نزيهة كما أشهد شكري على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا مؤكدا ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق دائما المصر تؤكد بأنها تدعم التوافق الليبي ليبي وأن حل هذه القضية لابد أن يرتكز على التوافق لكافة الأشقاء في ليبيا حول المصار المستقبلي تعزيز المؤسسات واحترام المؤسسات الشرعية وما تتخذه من قراراته بالتأكيد أن مجلس النواب اطلع بمسؤوليته التشريعية في إطار تنفيذ اتفاق السخيرات والتشاور مع مجلس الدولة لبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى الانتخابات وتؤدي إلى تعديلات دستورية كلها توافقات تمت من خلال الحوار والتوافق ونحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار لتأكيد أنه ليس هناك حلول عسكرية لهذه القضية ونتفاعل مع أيضا شركائنا الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي